موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سادتي الكرام مشاهدي قناة الإمام الحسين حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج مرتقى الكمال عظم الله لكم الأجر وأحسن لكم العزاوها نحن نعيش وإياكم هذه الأيام أحزاني آلي محمد سادتي الكرام بداية أسمح لي أن أرحب ضيف البرنامج قدام جناب الشيخ عدي طالب أرحمد هياكم الله جناب الشيخ وأعظم الله لكم الأجر هياكم الله جناب الشيخ كنا في الحلقة السابقة في حديث حيوله شخصية من شخصيات الطفلة وهو نافة بن هلال هذه الشخصية التي كان لها الأثر الكبير في كربلا وهو الشخصية المعروفة هي الكوفة تحدثنا عن مجموعة من الصفات لنافة تحدثنا عن علمه تحدثنا عن سياسته تحدثنا عن شجاعته وإثارة وغيرها من الصفات الكثيرة هل هناك صفة كان يتميز بها نافة من دون هذه الصفات أو بالإضافة إلى هذه الصفات تعتبر علامة فارقة إذا جازنا للتعبير ونسميها في حياة نافة نعم أحسنتم أعوذ بالله من الشيطان العين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صلى الله على محمد وآله واللعن الدام على عدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أمير رب العالمين لابد للإجابة على هذا السؤال من توطئة صغيرة نعم الذي يرغب بالتكامل والنجاح والفلاح والصعود في سلم الكمال عليه أن يعالج بعض السلبيات النفسية نجيب بمعنى إذا كان بليدا لا يستطيع التكامل البليد لا يستطيع أن يتكامل من جيد الذكي والذي لديه إصرار والفطن يكون أسرع من غيره نعم سوى كان يعني في السلم المعنوي أم حتى في السلم المادي من جيد يعني إذا كان تاجر مثلا لا وهذا التاجر غير فطن ستؤدي إلى ضياع أمواله أكيد أكثر شيء كان متميز به نافع رحمه الله كان فطنا متميز بهذه الخصنة نعم الفطن في اللغة يعني الفطنة في اللغة هي الحذق والمهارة الفطنة أن يكون حاذقا يعني ماهرا وكذلك تأتي بمعنى الحكمة والتبصر بعد النظر يعني لا كثير من الناس ينظر حوله فقط نعم لا ينظر مدى بعيد هو بالعكس كان نظره ثاقب بعيد وهذا واضح كان من خلال قراءته لواقع الكوفة نعم قراءته لواقع كأنما الأمر كان مسلم نعم لدي في ليلة عاشوراء مثلا يعني إثبات لهذه الخصنة ولهذه الصفة التي كانت متوفرة فيه نعم ما شهده أو ما نقله المؤرخ جيد أنا سأنقل ما كتبه سيد المقرم هنا نعم في مقتله قال وخرج عليه السلام في جوف الليل يعني يقصد الإمام الحسين عليه خرج في جوف الليل إلى خارج الخيام يتفقد التلاع والعقبات فتبعه نافع من هلال كان شديد الترقب والفطنة يعني يلازم الإمام الحسين في تحركاته؟ نعم نعم عندما خرج الإمام لم يدعوه الإمام ولكنه هو شديد الحذر والترقب دائما جيد فمعندما أثناء مراقبته رأى الإمام الحسين قد خرجه خارج الخيام واتجهه نعم فتبع الإمام خاف على الإمام جيد نعم يتفقد التلاع والعقبات فتبعه نافع من هلال الجملي فسأله الحسين عليه السلام نعم عما أخرجه قال يا ابن رسول الله أفزعني خروجك خائف كان على الإمام لأنه إذا اغتاله لأنه المعسكر معسكر الأعداء يعني معسكر أموي نعم والغدر والفتك من مبادئ هذه المدرسة كما قلنا نعم فشيء طبيعي أن يقتل يعني كما قاموا بيسمى الأم سلام الله عليهم نعم سمى الإمام الحسن عليه السلام بعد الإمام بزي العابدين عليه السلام وهكذا حتى العباسين تعلموا من الأمويين هذه القصلة نعم فكانوا يقتلون الأم بأبردس السم جيد لهم فقط الأم كل من كان يعارض ولا يستطيعون قتله نعم لوجود له شعبية معينة أعطوا دروس للطواغيط بعد ذلك حتى في عصرنا الراهن شهدنا كثير من العلماء تم قتلهم بواسطة السم ولله جنود نعم من عسن من عسن هذه المقولة التي أسسها معاوية هو الذي علم الطغات هذه الطريقة فكان يعلم بغدرهم نعم وأنهم ليس لديهم يعني أي ضابطة أخلاقية نعم لذلك فزع الفزع شدة الخوف نعم كان شديد الخوف أفزعني خلوجك إلى جهة إلى جهة معسكري هذا الطاغي نعم معسكري بن سعد كان نعم قال طاغي من الطغات أو معسكر عبيد الله بن زياد نعم أيضا طاغي من الطغات فقال الحسين عليه السلام إني خرجته أتفقد التلاع والروابي مخافة أن تكون مكمنا لهجوم الخير يعني هذا القائد العسكري ميم لا يرسل شخص وإنما بنفسه يتفقد هو يتفقد يعني المدرسة العلوية حقيقتها تتميز بأن القائد ميداني يعني أمير المؤمن عليه السلام كان هو في القلب وكان هو الذي يهجب الإمام الحسن كذلك يعني لا يجلس معاوية طلبه عدة مرات أمير المؤمنين للمبارزة ليست لديه الشجاعة بأن وفي أحد المرات قال له عمر بن العاص بأنه هذا أمير المؤمنين هذا علي بن أبي طالب يدعوك للمبارزة نعم فإذا لم تخرج تكون سبه جيد فقال له أنك يعني تريد أن أخرج فيقتلني فأنت تستلم السلطة يعني القضية القتلة هو مسلم مسلم إذا خرجوا للقتال يقتدون نعم وإيضا يعني حتى يزيد عندما أراد مواجهة نمام الحسين عليه السلام لم يخرج هو بنفسه وإنما أرسل يعني عبيد الله أو نعم كانوا يشيعون بأنهم فرسان كانوا يشيعون بين الناس بأنهم فرسان أقوية يقاتلون يحاربون ولكن شأن الطغاة الجبن نعم شهدنا في طاغة العراق دائما يقول أنا فارس الأمة العربية أنا 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 ولكن واقع الحال والتجارب من حفرة نعم نعم كان جبانا يعني في نفسه كان جبانا جدا إن قال قائل لا لأنه أمريكا فكيف يقب بوجه أمريكا فكيف أولاده نعم تم اغتيالهم قاتلوا نجي نجي هم لا أقول بأنهم هذه صفة شجاعة فيهم ولكن أقول أقل لكن هناك هناك مواقف أخرى ممكن يتخذها بدل الاختباء يعني نعم كان بيده أموال وكان يستطيع أن يقاتل ولكنه الجبن في داخله أكثر يعني فتحالة نفسية الذي يتكلم دائما في الشجاعة وفي الإقدام والبسالة تجده جبانا لأنه يحاول أن يعني يملت يسد هذه الثغرة النقص الليبي نعم فكان يا صدامي عن هذا الطغية كان على غرار معاوية في هذه الصفة نعم نجي فخرج الإمام سلام الله عليه يتفقد قال يوم يعني يخاف أن تكون هناك ثغرة لهجوم الخيل يوم تحملون ويحملون نعم ثم رجع عليه السلام وهو قابض على يد نافع ويقول هي والله وعد لا خلف فيه أن الإمام كان يردد هذه العبارة وعد وعده الله هذا ليلة العاشر نعم وضع يده بيد نافع ورجع إلى المعسكر من جيد ثم قال له يعني الإمام الحسين الآن ماسك بيد نافع وتمشى قليلا ثم قال لنافع نعم ألا تسلك بين هذين الجبلين وتنجو بنفسك قال ألا تسلك بين هذين الجبلين في جوف الليل وتنجو بنفسك لا يقصد الجبلين يعني كربلاء ما بها جبال لا نحن بين الحرمين لا يوجد جبال يقصد مرتفعين يعني هكذا شيء مرتفع نعم يعني أولا جو في ليل نعم لا ترى ويوجد أماكن بأنه ما كان أكو حصار فأنت تستطيع أن تنجو بنفسك نعم ماذا كان تردد فعلنا في هذه اللحظة نعم يستطيع أن يقول له لا أريد أن أبقى معك نجو وينتهي الأمر ولكن انظر إلى ردة فعله قلنا بالأمس عندما سأل الإمام وثب نافع هنا الآن ردة فعل نافع ماذا كان الهيئة أنا أؤكد على الهيئة التي يجيب بها نعم قال فوقع نافع على قدميه يقبلهما يعني فزعه من هذا الكلام فكأنما الإمام قال له ارمي بنفسك في النار عندما قال له انجو بنفسك نعم وقع على رجلي الإمام يقبلهما ويقول ثكلتني أمي إن سيفي بألف وفرسي مثله فوالله الذي منى بك أشارا لقد منى الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسول من أنفسهم نعم مستمرين بقتله نعم فوالله الذي منى بك علي لا فارقتك حتى يكلا عن قري وفري يعني يدي ثم رجعوا معا إلى المخيم هنا نفذ حادث صار هذه اليقظة التي أقول بأنه مستمر والفطنة هل ذهب ونام نافع لا وإنما سيد الشهداء وصل قبال خيمة سيدة زينب سلام الله عليها فودع نافعا وذهب إلى خيمة سيدة زينب ودخل إلى الخيمة نافع لم يذهب وإنما وقف مستمر يراقب ويعني متيقظ سمع حوار بين سيدة زينب سلام الله عليها وبين الإمام الحسين عليه سلام الله عليها نعم الحوار كان بنبرة حزن هنا يعني سيدة زينب تتكلم بحزن نبرة حزن نعم تقول له للإمام الحسين هل استعلمت من أصحابك نياتهم فإني أخشى أن يسلموك عند الوثبة فقال لها الإمام الحسين عليه السلام والله لقد بلوتهم يعني اختبرتهم نعم فما وجدت فيهم إلا الأشوس الأقعس نعم يستأنسون بالمنية دوني استناس الطفل إلى محال بأمة نعم يعني كأنما الآن يريدوا أن يقتلوا جيد لا يصبروا حتى الصباح نافع سمع هذا الحوار قال فلما سمعت هذا بكيت بدأ يبكي نافع وماذا يفعل ذهب إلى كبير الأنصار من كبير الأنصار يشكو له الحال إلى حبيب بن مظاهر وحكيت ما سمعت منه ومن أخته زينب سلام الله يعني الحوار قال حبيب والله لو لانتظار أمره يعني أمر الإمام الحسين عليه السلام لعاجلتهم بسيفي هذه الليلة نعم ولكن انتظار أمر الإمام وإلا الآن أهجم على العداء قلت أني خلفته عند أخته نعم وأظن النساء أفقنا نتيجة هذا الحوار وبحزن ظهر لم يناموا أصلا ولكنه يقول أظن أنهم أفقنا وشاركنها في الحسرة كان تحسر شديد يعني نفسها ربما التساؤلات نعم فبدأوا هل هؤلاء الأنصار أيضا مثل الباقيين صباحا يتركونك فقط فهل لك أن تجمع أصحابك اقتراح نافع إلى حبيب اجمع الأنصار ونذهب إلى زينب وإلى النسوة نهد نعم نواجههن بكلام يطيب قلوبهم نجي فقام حبيب ونادى يا أصحاب الحمية وليوث الكريهة فتطالعوا من مضاربهم كالإسود الضارية نعم كانوا في العبادة نعم فقال لبني هاشم ارجعوا إلى مقركم لا سهرت عيونكم المراد فقط الأنصار جيد ثم التفت إلى أصحابه وحكى لهم ما شاهده وسمعه نافع نعم فقالوا بأجمعهم والله الذي من علينا بهذا الموقف من إلهي بأن سنكون شهداء بينه هذا فضل من الله لولا انتظار أمره لعاجلناهم بسيوفنا الساعة نفس كلام حبيب أحسنتم نفس كلام حبيب ووقف حبيب فطب نفسا يعقولون لحبيب فطب نفسا وقر عينا فجزاهم حبيب خيرا وقال هل أمو معي لنواجه النسوة ونطيب خاطرهن أو ونطيب نعم فجاء حبيب ومعه أصحابه وصاح يا معشر حراء الرسول الله هذه صوارم فتيانكم شوفوا الأدب يقولون نحن عبيد عندكم فهذه السيوف سيوف الفتيان يعني فتيانكم يعني غلمانكم يعني عبيدكم يعني نحن في أمر طاوكم طبعا قالوا أن لا يغمدوها إلا في رقاب من يريد السوء فيكم وهذه أسنة أسنة يعني الرماع غلمانكم أقسموا أن لا يركزها إلا في صدور من يفرق ناديكم نعم نفت عبارة شوي يعني فت حالة مأساوية كانت مؤلمة جدا من جيد عندما قال حبيب هذا الكلام انظر كلام النسوة ماذا قال فخرجنا النساء إليه ببكاء وقلنا أيها الطيبون حاموا عن بنات رسول الله كان يطلبا الحماية نعم يعني فت أمر في أمة رسول الله صلى الله عليه يعني موقف وتطلب الحماية يعني 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 تشوف الحالة النفسية لنساء تقول حاموا عن بنات رسول الله طلبا منهم يعني فت أمر جدا مؤلم حقيقة مؤلم نعم بعد ذلك يقول بأن الحسين على خطأ وبأنه معسكر عبيد الله هؤلاء كل من يقول بأن الحسين على خطأ نعم فليراجع نفسه أفضل أفضل ما أتكلم غير كلام أكيد هي حقيقة من يتبنى مثل هكذا متبنيات عليه أن يراجع نفسه وأكيد وإن كان يريد النجاة حرائر رسول الله هؤلاء أفضل ما خلق الله ومخدرات كنا يوضع عن بهذا الموقع يوضع عن بهذا يبحثنا عن ناصر ويعلمنا بوجود سيد الشهداء وبالفضل العباس قطعا ويقينا حماية ولكنه سيستشهدون نعم جنب الشيخ يعني الحديث حقيقة يوشجون في هذه المفصلية وفي هذه النقطة لا بيس أن نذهب لفاصل قصير بعد الفاصل إن شاء الله نكمل هذه الحلقة نتقدم لكم بجزيل الشكري والإمتنان جنب الشيخ وعلي طالب والحمد حياكم الله شكرا جزيلا لكم بعد الفاصل إن شاء الله نكمل سيدتي الأفاضل بعد الفاصل نكمل الحديث عن نافع وعن الأنصار هذه المجموعة الخيرة هذه المجموعة الطيبة التي نصرت سيد الشهداء نصرت الدين نصرت أمير المؤمنين نصرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبقوا معنا بعد الفاصل وللحديث تكمل إن شاء الله حياكم الله سادتي الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة مرة أخرى أرحب بضيف البرنامج الدام جنب الشيخ عضي طالب الحمود حياكم الله جنب الشيخ يا محببكم حياكم الله الله يفضكم جنب الشيخ توقفنا قبل الفاصل الجزئية مهمة حقيقة وهي هذه الحوارية التي حصلت ما بين أنصار سيد الشهداء الإمام الحسين والنسوة في كربلا وهذه الحوارية التي تحمل حقيقة الكثير من التساؤلات والظلم الذي وقع على هذه العائلة المباركة على هذا البيت المبارك نعود مرة أخرى إلى شخصية نافأ ممكن للسامع أن يستنتج بأنه نافع بهذا الموقف الذي كان يتخذه في واقعة الطف يعني مصاحبة الإمام الحسين من دون أن يطلب الإمام الحسين هذا الموقف الخروج معه أو خروج خلفه في بعض المواقف لربما ممكن أن نستنتج بأنه هو كالمرافق إلى الشخصيات بهذه المصطلحات المعاصرة اليوم المرافق الذي يقدم الحماية في بعض الأحيان لبعض الأشخاص وإن كان الإمام الحسين لا يحتاج لكن هو من أراد أن يكون بهذا الموقف ونقصد نافع نعم هل لنافع كانت أدوار أخرى إذا افترضنا أنه هذا دور يعني من الأدوار التي أخذها نافع هل له أدوار أخرى كانت في معركة الطف تميزة بها نافع نعم بسم الله الرحمن الرحيم في الحقيقة في بيان دور نافع في المعركة لا بد أن أولا أن نجد كيف بدأت المعركة جيد الإمام الحسين لم يبتدئهم بقتال كاره أن يبتدئهم بقتال ولكن الذي بدأ بالقتال أمر بن سعد نعم يعني ناس عبارته هكذا ما ورد في الكتب التاريخية وفي المصادر قال استخرج سهما عمر بن سعد استخرج سهما فوضعه في كبد القوسي ثم قال شوف الحرص على شين ولماذا يقاتل هو هذا عمر بن سعد بن أبي وقاص يقولون سادس المسلمين وهذا ابن سادس المسلمين وله من يعني الصفات كذا وكذا يذكرونها من الشجاعة من خبرة عسكرية ويذكرون له بعض الذين من أتباع المدرسة الأموية نعم الآن نقول لهم كلامه ماذا يعني يكشف عن شخصيته نجح حريص على ماذا نعم قال اشهدوا لي عند الأمير عبيد الله بن زياد وانا قلت يعني الآن أبيد الله بن زياد عمره من خمسة عشرين إلى ثلاثين سنة مو أكثر نعم في معركة الطف عمر بن سعد كان أكبر منه بكثير ولكنه كان يحرص على رضائه يعني أكف النوع من التزلف يعني حتى قضية سيدا ردنا نترك عفوا جناب الشيخ ردنا نترك الإسلام ونترك هذه الأشياء ونذهب إلى ما يعتقدوا به هم قضية الأنساب وغير ذلك النسبة الذي ينتمي إليه أعلى رتبة وقابل الإنسان عندما يتسافل يبدأ بالتسافل شهدنا في الحياة المعاصرة سابقا على ألسنة البعثية والعفالقة كانوا بعضهم يتزلف لبعض بباطل وبيحق نعم كذلك كانوا نموذج المدرسة الأموية جيد حقيقة الإنسان يعني يولد ويبدأ باكتساب الصفات نعم هذه الصفات إذا اكتسب الصفات نبيلة يبدأ بالترقي ولكنه بسبب الطمع بسبب الأمل والغرور نعم وهذه أمراض أخلاقية يبدأ والحرص يبدأ بالتسافل نعم فبدأ عمر بن سعد بالتسافل درجات إلى أن بلغ أصبح يحرص فقط على إرضاء عبيد الله بن زياد مو إرضاء الله سبحانه وتعالى ولا إرضاء رسول الله فقال اشهدوا لي نعم عند الأمير عمر بن سعد عفوا اشهدوا لي عند الأمير عبيد الله بن زياد أني أول مرة ما نعم بسهم إلى عسكر الحسين بن علي وهو أعلن الحرب نعم فوقع السهم بين يدي الإمام الحسين عليه السلام فتنحى عنه راجعا الإمام يعني عندما أطلق السهم وقع بين يدي الإمام رجع الإمام قليلا إلى الوراء يعني هذا لا لعنه أنه الإمام كان المقصود نعم وأقبلت بعد ذلك السهم وكأنها المطر فقال الإمام فقال الإمام الحسين عليه السلام لأصحابه أيها الناس هذه رسل القوم إليكم فقوموا إلى الموت الذي لا بد من فوثب أصحاب سيد الشهداء عليه السلام إلى المعركة وقتتلوا ساعة من نهار حملة إثر حملة فمن جلت الغبر إلا وأصحاب الحسين قد بان فيهم نقص شديد لذا لم يأذن لهم الإمام الحسين بعد هذه أن يحملوا معا بالبروز والخروج إلى ساحة المعركة إلا اثنين اثنين واحد يشد فإذا استلحم وضيق عليه شد الآخر يستنقذه نعم أو واحد يكر والثاني يحمي ظهره وهكذا الطبري ينقل في أحداث سنة الواحد والستين نعم عندما يتكلم بهذا الكلام في تاريخه قال لما قتل عمر بن قرضى الأنصاري وكان مع الحسين عليه السلام واحد شهداء كربلاء جاء أخوه يعني هذا عمر من الأنصار يعني من المدينة المنورة جيد كان مع سيد الشهداء عليه السلام في المعركة أخوه علي كان مع عبيد الله بن زياد أخوان اثنين هذه المفارقة هذه المفارقة أحدهما مع سيد الشهداء والآخر في معسكر الأعداء نعم فأحد الحملات في الحرب استشهده من عمر الأنصاري بن قرضى الأنصاري جاء أخوه علي ليأخذ بثأره علي مع عبيد الله بن زياد فهتف بالحسين نعم نادى بالحسين عليه السلام في كلام بذيء طبعا نعم يعني ما عنده أخلاق نعم قسم من كلامه قال أغررت أخي وقتلته نعم يعني بالكلام الدارج عندنا نعم ضحاكت علي وجبته هنا للمعركة وقتلته نعم فأجابه الإمام الحسين عليه السلام أني لم أغرأ أخاك ولكن هداه الله وأضلك يا ذا الفرق اللي بينك وبينه قد هداه الله وأنت على ظلالة نعم فقال علي قتلني الله إن لم أقتلك يقول للإمام الحسين يعني نعم ثم حمل على الحسين عليه السلام يريد يقتل من نعم هنا اليقظة الدائمة لنافع نعم فاعترضه نافع بن هلال فطعنه حتى صرعا لم يجعله ينتظر حتى يصل إلى الحسين وإنما هو بادر وصرعا فحمل أصحابه عليه واستنقذوه فدوي بعد يعني عندما أخذوه ضربه نافع ولكن لم يقتل نعم وإنما جرح بعد ذلك تم معالجته وبرئة نعم من ضربة نافع قال ثم جالت الخيلو التي استنقذت علي نعم أخ هذا الشخص يعني علي الذي هو من معسكر بن زياد جالت عندما نقذوه لم يرجعوا إلى المعسكر وإنما ذهبوا ماذا جالوا يعني ذهبوا إلى معسكر سيشو هداء يقاتلون نعم فردها نافع عن أصحابه وحدة هذه الكوكبة من الفرسان يعني مثل ما تصدى لهذا المقاتل لم يرجع إلى المعسكر وإنما قاتلهم فردها نافع عن أصحابه وكشفها عن وجوهه يعني وحدة بوحدة نعم قلنا بالأمس عندما ذهبوا إلى المشرعة ليأخذوا الماء قبل أن يصل الفرسان الذين بعثهم سيشو هداء بقيادة مولانا بالفضل العباس عليه السلام السلام الله عليه نافع كان قبلهم وقف وجرى حوار مع هذا ابن الحجاد الذي كان على المشرعة نعم عمر فهنا نجد بأن شجاعة دائما كان يقاتل وحده هذا العلم نعم ويرد فرسان أدى يعني في القتال يحيى بن هاني بن عروة المرادي من الكوفة يقول هذا الكلام يقول لما جالت الخيل بعد ضرب نافع عليا نعم حمل عليها نافع بن هلال فجعل يضرب بها قدما وهو يقول نعم يعني مو فقط يقاتل ماذا يقول ان تنكروني ان تنكروني فأنا ابن الجملي نعم ديني على دين حسين وعلي هذه هي الرجوزة اللي دائما ما كررها نعم يأكد على ان ديني يختلف عن دينكم انتم اتباع المدرسة الاموية وانا ديني المدرسة العلوية المدرسة العلوية التي بالمحصلة وقرأنا بالامس عندما قال له شخص انا على دين عثمان قال له انك على دين الشيطان دين الشيطان نعم ولذا قلت بانهم خلقوا دينا جديدا نعم نعم جناب الشيخ طبعا يعني الحديث عن نافع حديث طويل جدا لكن الحقيقة الوقت بدأ يدرك يدركنا حقيقة يعني مربما يقطع يقطع السلسلة الحديث لكن من الضروري ان نقف عد استشهاد يعني نافع وكيفية عملية استشهاد بما انه هذا البطل الذي قاد حملات على الجيش ورد الكثير من التعرضات انجازنا التعبير وانه نطلق عليها على معسكر اليوم الحسين عليه السلام فكيف استشهد وكيف كانت عملية الاستشهاد نعم طبعا في البحار نقلع عن الشيخ المفيد نعم وكذلك صاحب المناقب ينقلون الحادثة كيفية استشهاد نافع بين هلال الجمل بعد ان يبينوا بانه قاتل قتالا شديدا جدا وكان يردد دائما نفس البيت الشعري بانه انا ابن هلال الجملي انا على دين علي طبعا وفي اضافة توجد ايضا يعني بالاضافة اذا كان يقول ودينه دين النبي يعني دين علي هو دين النبي لا تقولون بانه غير دين انا على دين علي ودينه دين النبي نعم فالرجل من قبيلة او كذا قال من بني قطيعة قال انا على دين عثمان واقرأنا نعم هذا الامر بالامس فصاح عندما رأى نافع يقاتل بهذه البسالة والاصحاب الاخرين لانه في سياق الكلام كان اسم نافع موجود فهنا جاء ما استشهدنا بكلام امر بن الحجاج بالامس عندما قال انكم تقاتلون فرساني اهل فرساني المصري واهل البصائر وغير ذلك نعم كان هذا موضع وهذا على كل حال نافع خرج اخذ النبال يعني لم يكن فقط في السيف يقاتل جيد وانما فارس نعم يعني مكنوعة كان لديه نبال مسمومة كان لديه نبال مسمومة يكتب على كل سهم منها من هذه النبال يكتب اسمه نافع بن هلال عندما يقتل يعرفون من الذي قتل هو نافع بن هلال نعم قتل اثنى عشر رجلا بها بالسهام نعم خلصت نباله يعني اللي كان موجود عند النبال انتهت جرت سيفه فبدأ يضرب بالاعداء ويقاتل ويقتل منهم يحمل ويكر يقول انا الهزبر الجملي انا على دين علي نعم ودينه دين النبي نعم هكذا يقول انا الغلام اليمني الجملي دين على دين حسين وعلي ان اقتل اليوم فهذا املي فذاك رأيي والاقي عملي نعم قتل ثلاثة عشر رجلا بالسيف نعم ماذا فعلوا احاطوا به نعم احاط به وبدأوا يرمونه بالحجارة هذه الاساليب الجبانة نعم احاطوا به وبدأوا يرمونه بالحجارة وكذلك بالنصال بالسهام ماذا كسروا عضوديه يعني لا يستطيع ان يحمل سيف ولا يستطيع بعد ذلك ان يرمي بسهم يديه شلتا هنا وقع فمسكوه اخذوه اسيرا لعله الاسير الوحيد في وقعة الطف نعم اخذ اسيرا الى عبيد الله بن زياد نعم ايضا جرت محاورة يعني اذا عندنا وقت يعني تقريبا دقيقتين فقط دقيقتين نعم فهنا عندما جاء كانت الدماء تسيل وكان بوضع يعني بعد هذه المعارك وبعد ان برز من برزت منه هذه الشجاعة العظيمة جي فكان يعني حجر عثر عظيم امامهم دلوصول الى غاياتهم نعم فعندما سيطروا عليه كانوا بانتصار نشوة اتوا به مجموعة كبيرة جدا معهم الشمر بن ذي جوش يسحبونه الى بان هذا سيطرنا علي الان نعم نعم حين ذاك فقال له ويلك ما الذي دعاك الى ان تفعل بنفسك المهم شمر قال له ماذا تقول اقتله شمر قال له اقتله ابن سعد قال جئت به فان شئت اقتله انت هو تقريبا يعني الله عم كسر يديه يعني عضوديه شلتاه وكسرتاه ويعني في الرامق الاخير بس كان يتكفن كان المهم المهم جرد شمر لعنه الله سيف ف قتله فقبل ان يقتله ماذا قال نافع نافع قال للشمر نعم قال لو كنت من المسلمين لعظم عليك ان تلقى الله بدمائنا نعم فالحمد لله الذي جعل منايانا على يدي شرار خلقه نعم طبعا ما جاوب الشمر نافع كان يقول له هكذا لو كنت من المسلمين خفت من الله بس انت كافر لم يجبه بشيء وانما قدمه الشمر ضرب عنقاه فمضى الى رحمة الله سبحانه وتعالى شهيدا ناصرا لسيد الشهداء هنيئا له وهنيئا لهذه الكوكبة مع سيد الشهداء هذه المواقف الخالدة هذه المواقف العظيمة التي تنم حقيقة عن بصيرة وتنم عن علم وتنم عن شجاعة وإقدار ومكانة كبيرة ودروس عظيمة حقيقة اكيد بالضبط نتمنى ان نسير ان شاء الله على ما سار عليه في هذا الخط العظيم جناب الشيخ عدي طالب الحمود وصلنا لنهاية هذه الحلقة تقدم لك بجزيل الشكر والامتنان وجعل الله ما تقدمت به وما ذكرته في هذه الحلقة والحلقات السابقة في ميزان حسناتك شكرا جزيلا لكم حياكم الله ممنونين جدا سادتي الكرام أشكر موصول لكم لحسن الأزغاي والمتابعة نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قابلة من برنامج مرتقى الكمال إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي أنا نزار السادخان وتحيات كادر العمل في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر